الجهاز الهضمي هو الجهاز الذي يساعد الجسم على توليد الطاقة ونمو الجسم وإصلاح التالف من الخلايا ويساعد الجسم للقيام بوظافة بانتظام ماذا يحدث للطعام داخل جهازك الهضمي حتى يتمكن جسمك من الاستفادة منه تبدأ عملية الهضم في الفم تعمل الأسناء على تقطيع الطعام للزائن الصغيرة ومزها مع اللعاب ينتكل الطعام إلى المعدة وهو عضو كيسي الشكل ذو الجدران عضلية تعمل المعدة على خض الطعام خلال العضلات تخلطه بعصارات هضمية وعندما يترك الطعام المعدة يكون على شكل سائل غليظ والذي بدوره ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة الذي يستكمنه عملية بعد ذلك يتوزع الطعام إلى جميع أعزاء جسمك عن طريق الدم أما الطعام الغيرمى فينتقل إلى الأمعاء الغليظة بحيث تخلص منه الجسم عن طريق فتحة الشريج ترجمة نانسي قنقر